السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من خلال فيديو النهاردة يا جماعة هتقدر تستخدم شارجي بيتي فور اكتر من 51 مرة في اليوم كمان ممكن تضعف عدد مرات الاستخدام ل300 مرة في اليوم لو انت حابب من خلال تطبيعك للفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي ركز معي من البداية للنهاية وطبق معي بالتفصيل علشان ما فيش اي نقطة قاعة منك ومتنجحش معاك الطريقة كمان في حاجة مهمة جدا يا جماعة قبل ما نخش في التفاصيل المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصنطة تعليق او اعجاب بالفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وغيرك كمان يستفد زمان تستفد نبدأ بقى نخش في التفاصيل على طول كده الاضافة الجميلة الرائعة اللي قدامك دي هي مدفوعة لكن بتدي لك عدد استخدام في اليوم 51 مرة وده ممتاز جدا هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو وتخش عليها وبعد كده يبدأ معايا بقى اضغط على كلمة اضافة الى كروم دي اضغط عليها كده هيبدأ معك يعمل تثبيت للاضافة تثبيت الاضافة بياخد ثوان بسيطة وبعد ما تخلص بيبدأ يدخلك على المرحلة اللي بعدها والموضوع ده ما بياخدش لحظاتها يا جماعة وسهل جدا اظهر لك كده اختيار تختار تثبيت الاضافة وبعدها يبقى انت كده اخلصت من الجزء الاول الخاص بتثبيت الاضافة هنيجي بقى على المرحلة اللي بعدها يا جماعة انك تضغط على علامة على علامة الاضافات اللي في الجنب دي كده علشان تبدأ الاضافة تظهر لك هضغط عليها وهدور على الاضافة بالشكل ده كده واضغط على علامة الدبوس الجنبي منها عشان اثبتها تظهر لي في المتصفح فوق عندي بقى خلاص انا كده ثبت الاضافة والموضوع سهل جدا وبسيط هعمل هنا في الصفحة الرئيسية كده وهكتب هنا مسلا على سبيل المسال في محرك البحث اي كلمة اسية تصدر نتائج البحث كلمة بحسية بدور عليها هلاقي ان الاضافة ظهرت لي في الشريط الجانبي هتبص دلوقتي هتلاقي ان الاضافة دلوقتي ظهرت معك في الشريط الجانبي بس محتاجة منك تسجيل دخول هنعمل احنا ايه بقى اضغط على كده وهيبدأ يعمل لك او يدي لك اختيارات تعمل تسجيل دخول للاضافة يفتح معك بقى الوجهة اللي ظهرت قدامك دي انت مش محتاج انك تسجل بايميل ولا اي حاجة بمجرد ان انت ضغط على الايميل الخاص بجوجل او رابطه بجوجل خلاص كده انت خلصت من جزئية دي بيزهر معك الحساب بتاعك بتختاره وبكده يبقى انت خلاص عملت تسجيل دخول للاضافة نفسها والموضوع سهل جدا يا جماعة وبسيط بتختار حسابك كده الحساب اللي يزهر لك ده بتختاره وبعد كده بيبدأ تسجيل دخول يبقى انت عملت حساب او تسجلت دخول داخل الاضافة نفسها او الاداة اللي نستخدمها النهاردة على متصفح جوجل كورو بدأت تفتح ليك بالشكل اللي ظهر قدامك ده معناها ان انت خلاص بقى عندك النهاردة اهو واحد وخمسين مرة تستخدام دي في الخطة المجانية لو انت عاوز ترقي الخطة دي بتضغط هنا كده وبتعمل ترقيه للخطة نفسها وبتشتغل على الخطة المدفوعة لا مش موضوعنا برضو تعا نعمل هنا تاني اللي حصل اول ما يخش على الكلمة دي اساسيات تصدر نتائج البحث واعمل سيرش هيبدأ هو يجاوب علي كمان اجابة من او سريع على حسب الاستخدام هنا في الشريط الجانبي اي كلمة بحسية او اي سؤال هسأله في جوجل هتبدأ الاضافة نفسها هتشتغلك في الجنب والكلام ده طبعا فري حتى لو خلصت الخطة المدفوعة بتاعتك في اليوم برضو هتشتغل معك الاضافة واتجيب لك اه اجابة على سؤالك اللي انت سألته في محرك البحس جوجل وهكون مقترنة وموجودة دايما هنا في شريط الجانبي هبدأ بقى اضغط على كلمة شات ديت وهبدأ افتح معايا شات هيظهر معك دلوقتي شات جيب تي سري وشات جيب تي فور انا بالنسبة لي بيقول لي دلوقتي بص كده قدامك هنا عندك مرات استخدام واحد وخمسين مرة في اليوم الواحد وخمسين مرة في اليوم دول تقدر تشتغل عليهم على شات جيب تي سريع عادي جدا انا اخترت شات جيب تي فور وهبدأ هنا بقى ادي له السؤال بتاعي انا محتاج مثلا هكتبله هنا على سبيل المثال محتاج مقال كامل عن البرمجة وهدي له هيبدأ بقى يرد علي شات جيب تي فور لان انا اخترته بالفعل هيبدأ يشتغل معك بالشكل ده كده وكل ما بيقف معاك انت بتعمل اي بتضغط على كلمة اكمل او بتكتب له كمل او اكمل باللغة العربية او المزيد بالانجليزي ايا كان كده او كده فهيشتغل معاك عادي جدا بدأ يرد عليك اهو بيقول لك دلوقتي ان انا هعمل لك اه عنوان المقالة نظرة عامة واهم اللغات والمجالات عن البرمجة وكتب لك المقدمة وبيقول لك المقدمة هتكون بالشكل اللي قدامك ده بعد كده بقى عمل عنوين اهو تحت منها عنوان ويبدأ يشتغل معاك بقى بيدي لك المقال كامل اللي انت عاوزه والسؤال اللي انت سألته سواء كود برمجة او مقالة او اي شيء انت هتحتاجه من هيبدأ يديه لك هو بيقول لك هنا زي ما قلت لك الواحد وخمسين مرة في اليوم الواحد وبعد كده اتضعفهم بقى هتضعفهم ازاي انت لو هتجمل معايا الفيديو ده هقول لك هتضعف عدد مرات عدد مرات استخدامك ده ازاي او والاضافة جميلة جدا وموجودة معاك على المتصفح ووقت ما تضغط عليها ضغطة واحدة من هنا كده وبصت لقى انها فتحت معاك على طول بالشكل ده وبرضو ما تشترطش يا جماعة الاضافة وجود حساب اوبن اي 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 ما تسترق مش مش شرط زي الفيديوهات اللي احنا قدمناها قبل كده ان يكون عندك حساب على مفتوح اللي هو العادي او يكون عندك حساب على شركة او كلام من ده علشان تشتغل الاضافة لأ هي هتشتغل معاك عادي جدا من غير اي حسابات وده الميزة فيها وده وده اللي خلينا قدمها وليه يا جماعة احنا بنقدم حلقات كتير عن شاتج بيتيو اولا في ناس كتيرة جدا مش عارفة تستخدموا لان الدول بتاعتها محظورة فيه فاحنا بنقدم الطرق دي تسهيلا لهم ان هما يوصلوا لشاتج بيتيو ويستفادوا من خدمات وزي ما احنا بنستفاد بما ان احنا في مصر عندنا الموضوع بقى متاح وبنقدر نستخدمه فبرضو لابد الناس كلها تستفاد في كل دول العالم بشاتج بيتيو وبالخدمات اللي بيقدمها سواء خدمات اه في مجال البرمجة او في مجال التكويد او في مجال كتابة المقالات او في التسويق او في اي حاجة بقى اصلا كده كده بقى موجود في كل المجالات عندك هنا لو ضغطت على دي لو ضغطت عليه هيجيب لك بيانات محدثة من الانترنت يعني هيكون مش بيدي لك بيانات من هيدي لك بيانات من الانترنت كمان تكون محدثة عشان لو انت حيبتاخد بيانات جديدة عن الترند والكلام ده كله هنا افترضنا ان هو وقف انا اضغط مسلا هضغط على كلمة اكمل كده هيبدأ يكمل معايا المقال بتاعي والتكملة من عند موقف بالزبط ماشي وقف عند تطبيقات الويب ركز وبدأ هنا عند تطبيقات ايه يعني مبدأش في مخالة تانية ولا خرف ولا كلام مين ده لأ ده شارج انت معاك معاك افضل واقوى روبوت في العالم تمام تقدر تكتب عدد كبير جدا من المقالات اللي انت عاوزها وطول المقالة الواحدة يمكن يوصل معاك لحد خمسة وعشرين الف كلمة ما عندكش مشكلة خالص المهم كل ما يقف بتدي له اكمل لحد ما يخلص لك المقالة بتاعتك وبرضو الموضوع متوقف يا جماعة على سؤالك انت وزكائك في ان انت تسأل الربوت احنا خلاص جربنا الاضافة فانها هتدينا بيانات قديمة او بيانات عادية خلص موجودة في قاعدة بيانات الربوت نفسه عاوزين بقى نضغط على الاضافة كده ونبدأ نسألها اسئلة موجودة في قاعدة البيانات الانترنت بشكل عام يعني تكون متصل بالانترنت تعال نشوف كده الاختيار بتاعنا كده انا اختار فورم مسلا واخليه كده ده يكون متصل بالانترنت ويدي لي بيانات ويدي لي نتائج موجودة في بحس جوجل نفسه انا هنا ممكن اسأله سؤال اختبار مسلا سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه. في العادي انت لو سألت السؤال ده لشارجي بتيه? العادي اللي هو مش متصل بالانترنت. فهيدي لك معلومة يقول لك ان انا معلومات اخرها الفين واحد وعشرين. ومش هيدي لك معلومة كاملة. اما هنا بقى لما حصل انها قلت له سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه. بدأ يدي لي فعلا سعر الدولار المقابل الجنيه المصري. يتراوح ما بينه كذا 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 كذا. ده واخد معلومات منين? واخد معلومات بان هو مرتبط بالانترنت واخد معلومات محدثة كمان يقدر يفيدك بها. لو انت حبيت ان انك تشغل الاختيار ده. يبقى انت هتاخد بيانات من الانترنت محدثة تخص روبوت نفسه. لو انت حابب تقفله يبقى انت هتاخد بياناتك من او لكن البيانات اللي هتاخدها منهم قديمة تخص قواعد البيانات الخاصة بيهم. هنا مثلا في سري هتلاقي تقريبا آآ مليار آآ مليار نتيجة او مليار آآ معلومة هو متضرب عليها. وهنا في شارجي بتي فور هتلاقي تقريبا عشرين مليار معلومة هو متضرب عليها او اكتر او حاجة زي كده. المهم في النهاية آآ شارجي بتي فور هو الاقوى طبعا. لكن واحد وعشرين الفين واحد وعشرين نهاية المعلومات الخاصة بشارجي بتي سري. فعشان كده لما بحب استخدامه هو او فور اضغط على كده هاخد معلومات حديثة. مش حابب معلومات حديثة وحابب مقالات حصرية وكلام من ده يبقى نهاء في الاختيار ده. وهبدأ ادي له السؤال بتاعي ويبدأ يقاجب عليه. ونفضل ماشيين بنفس النمط ده يا جماعة في في الحالتين. وكده خلاص يا جماعة احنا خلصنا الفيديو بتاعنا الموضوع سهل جدا وبسيط. بقى نرجع بقى للحتة الاساسية. المهمة اللي الناس مستنيها لحد دلوقتي. وهو ازاي ان انا استفاد بالاضافة دي. واخلي عدد مرات الاستخدام بتاعي كبير جدا. احنا لو رحنا دلوقتي على مرات الاستخدام. في جوجل هتلاقي انت خلاص. يعتبر خلصت الخطة بتاعت اليوم. لانه اه تعاني شوف كده مسلا على سبيل المسال. هنبص بص على الاضافة دلوقتي. ونشوف فضلنا كان في اليوم. وهقولك تحل المشكلة دي ازاي? وحلها بسيط خالص وان شاء الله كلنا هنقدر نستفاد بالطريقة دي. اركز بس معي عشان نشوف احنا معنا كم مرة تستخدام. هضغط كده. بص يا سيدة انت معاك دلوقتي خمستاشر مرة تستخدام بس. طيب ازاي بقى هخلي ان انا استخدم الموضوع ده تلتمويت مرة في اليوم او اكتر كمان لحد الف مرة. هقولك ازاي. بما انه دلوقتي الارقام عمية الاستخدامك للاداة بيزيد انت ممكن تعمل حاجة حلوة جدا. عندك على الجهاز بتاعك لما بتيجي تفتح متصفح جوجل كوروم الخاص بك انت ممكن تسجل حسابات كتير زي ما انت شاف قدامك كده. انا مسجل الحسابات دي كلها ومثبت الاضافة عليهم ومسجل جواها. يعني ازاي? انا دلوقتي بكلمك وشرحت لك على حساب مصطفى الصباة. وعندي حسابين تانين او تلاتة او اربعة كمان جوجل. فتحهم من خلال مصفح جوجل كوروم نفسه. هروح اشترك او هسبت الاضافة على كل حساب من الحسابات دي وهشتغل عليه. في كل حساب هتاخد واحد وخمسين مرة محاولة. يعني هدي لك يسمح لك باستخدام الاداة واحد وخمسين مرة في اليوم. وعندك في الحساب الاساسي واحد وخمسين مرة في اليوم كده دخلت في مية. عندك حساب تالت بقت مية وخمسين. عندك حساب رابع بقت متين. عندك حساب وهكذا وهكذا وهكذا. كل ما يكون عندك حساب فانت عندك خمسين مرة تستخدام في اليوم الواحد. وتقدر تضاعف العدد ده لو انت عندك حسابات جوجل كتير موجودة على نفس الجهاز تقدر تنزد للاضافة وتثباتها على المتصفح من خلال الحساب وتعمل نفس الشرحة اللي احنا عملنا بالضبط دلوقتي وتستفاد بكل خدمات او متصل بالانترنت او غير متصل بالانترنت يبقى انت كده طيب انت يا سيد مش عاوز تستخدم الطريقة دي كمان انا ان شاء الله باذن الناس اللي امتبعاني وامتبع الحلقات الحلقة اللي جاية في طريقة كمان تستخدم بها وهكون دي الاخيرة من خلال شرحتنا ان شاء الله ولو جد حاجة عجبتني اوي هتلاقيني برضو بنشرهاكم ان شاء الله وزي ما قلت يا جماعة انا ليه بنشر اليومين دول طرق لاستخدام اولا عشان الدول المحزورة معظم الدول العربية محزورة مش بتعرف تستخدمه ولانه مفيد جدا للمدونين ومفيد للمبرمجين مفيد لكل الناس في كل المجالات منشئين المحتوى بشكل عام لابد ان احنا نقدمه بشكل مجاني وبكل الطرق اللي احنا استفادنا بها من شاء نقدمها للناس عشان كمان هي تستفاد وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته